اشتركوا في القناة اه اه اوكي اوكي بدأ وزير بدأ وزير اه سي فور اي سيكس الحقيقة بلعب بيشب اي سيفن وللوقتي حصان عادي جدا ربطني بقول له جاي تعمل ايه تيكس تيكس دلوقتي ببيت بلعب نايت اي فور او ما يعرف بل لو عارف اسم هذا التفريع من فضلك اكتبهولي في التعليقات وعمل لايك واشترك في القناة وعل المايك والحاجات اللي هي بيا روكسي 1 اوكي انا فكر ان سي فايف هي النقلة الاساسية في هذا الشكل حتى لو انها هتعمل بدأ معزول ولكنه مش معزول لاوي يعني عارف ليه لان هو كمان لو اكل اكل بيبقى عنده بادئ ضعيفة على جناح الوزير نايت ها هنا مانيعا نايت اي فايف اذا لعب كوين بي ثري ولا حاجة عندي سي فور الامور هتزبط هتزبط ان شاء الله كوين ها هنا كوين ها هنا وتضزئت مين بقى ايه انت بتقول ايه يا عم انت طيب ماذا لو طلبنا بان احنا هنكسر او هنعوج المسائل هنا نايت اي فايف ممنوع نايت تيكس بونت تيكس يمكن نايت دي تو يمكن نايت دي تو بس الحقيقة طلب معي قوي بعد نايت دي تو اني العب ام سبب نايت دي تو حلو هتصدق نايت دي تو مشكلته انها عايدة تلعب اي فايف بس طلب معي سي فاور بس طلب معي سي فور اي سكس بي فايف مش عارف لأي أوه نايس نايس مش نايس قوي يعني عادي اللي هو إشطى يعني مش مش محيارني قوي يعني دفع البيدق والسمح بهذا التكسير سيجعل بيادق في الوسط سيئة بصراحة المفروض ملعبش الشكل ده فرده اديله كيش بعدين ادفع البيدق بيدق في بيدق ايضا سيأكل اولا ثم اكل ثم يأكل فيتبقى بيدق ضعيف انا لست مبسوطا هل يمكن ان اهرب بكيش ثم ادفع هذا البيدق اه ذهب بالفيل الى هنا جميل الآن يأتي دور الحصان في ان يشارك في هذه المعركة ام لا ايضا رخ على الفيل المبتوح لا بأس بها لو طلبني هعمل كده وابقى عايز هنا بس بصراحة مش مبسوط قوي رخ عادة دي غلطة كبيرة دي بتهيأ لي لاني هاكل لو اتجوز احتمال اكل الفيل واسيبوا يديني كش وامشي ايه الكلام دي انت شايفها اصلا ولا يا ابني بقى ما تدايقناش هات الله يا ما نمزع عليك السلام عليكم هتاكل هنا وارد اهم حاجة ان الوزير ما يعملش هذي الزيارة السخيفة فالحصان عامل شغل جامد فاني وبينك لو اكل هنا رخ دي جامد قوي انا حاسس انه محتاجي انسحب رخ دي جامد قوي عايز اكسر واجيب الرخ التانية وادينه متاته الوزير بتاعه ما بيجيش اصلا ولا يا لهوي بيجي باين ضحصة كده بلعب كوين دي سيكس عايز حاجات من دي او ماي جاد ولكن رخ هنا كوين دي سيكس رخ فرخ ياكل كش تاني يخش جوه ياخد مات يا عم باش وجع دماغ يا عم بادحكش الناس علينا يا عم في اي عم روك تيكس روك تيكس روك تيكس روك تيكس اللي حاولت ان ان ادرسه في لحظة من لحظات حياتي من نوعية اه اماري جانجي دي واري مسعه يعني انا لست بخير اوكي دعونا نحلل هذه المباراة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الله 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 بيتدخلني طب دي وقال لقيا عمي يعني انت عايز تخش طب قوي يتنيل على عينك ماشي ماشي خلاص بقيا اني خلص خلاص انا الحمد لله طلب تصفر منورين و تقريبا بقى ايه هيروح يعمل البلاغ المتين المهم تعالوا تفرج على المش دي فور دي فايف افتح ليه والداتابيز سي فور اي سيكس اي سيكس تبييد اي سيكس نايت اي فور اس كولد لاسكر فاريياشن ده السؤال اللي سألتو لك في بداية الحلقة بيشيب تيكس تيكس روك سي وان النقلة الاساسية ولكنه لعب بيدق في بيدق هذا الذي يجعل ناتش الحصان وعمل بيدق متأخر فكرة جيدة بيشيب ها هنا سي فايف النقلة الجيدة الاولى على الداتابيز والاولى على الانجين بيشيب سي فايف على طول تبييد والان نايت سي سيكس عظيم جدا كوين ها هنا ينقل فيستيك منه انا لعبت بدل سي فور بيشيب جي فور الحقيقة كنت بتخيل نايت دي تو نايت دي تو بتيجي وتروح نايت دي تو الاولى على الانجين نايت دي تو منطقية يتجنى بالتكسير وعاوز يحضر للاي فور الاي فور هتبقى فكرة جيدة الا الانجين هنا بيقول لي لعب سي فور بيشيب سي تو مثلا الآن بيشيب دي سيين فكرة جامدة غريبة كنت بفكر لعب بيشيب هنا اصلا مالش معنا عشان هيطلبني واضطر اترجع لكن بيشيب دي سيفن الانجين عيد حち percent في بيدي اه مثلا واضح ان او power الفيل افل طريق رجوع ال الوزير ولذلك كان افضل Victoria هنا ابدا مش بيشيب C2 و لكن بيشيب B1 و دلوقتي اللعب روك AB8 ولعب Boots طب ليه فكرة A6B5 موجودة1? موجودة منها درقم ثلاثة بس بالتالي هي بطيئة شوية ولا اي يعني اي سيكس والله بدأت تبقى النقلة رقم اثنينة هي اي سيكس ايه اخبار النقلة دي بيست موف اي فور ناو طيب هلعب عليها اي بي فايف امشي امشي عاوز ياكل ويدني مات والان بشب اي تو تأتي بفكرة بشبها هنا يعني بشب هنا حتى لو اكل بشب دي ثري اولا يتاخر بعدين انتش الفرق فلو اكل هنا برجع ولو ما اكلش ما برجعش يعني خلص معايا فرق كلام جميل جدا ده كلام جميل جد اخي انه لايب واحدة من افضل نقلات الشكل هذا الذي سمح ببيشب تيكس والان هرب تبكش صاحبنا استخبأ والان اديته واحدة سي فور صاحبنا رجع والان جميلة والان بص ام و ام اديها واحدة بلندر اسطوري هات يا حج ام جاوز هات يا ابني الفيل ام اديني كش مشيت طبعا الجنب التاني خلاص بخسر اعتقد لان اصلا مفيش جنب تاني بس لوقاتنا حتى جنب التاني لو موجود الكش دي بقى يطلعني والوزير بقى يقعد يتشارب بس اصلا مش موجود نقلة غير قانونية والان ناتش البيدق والنقلة المنطقية جدا روك جي ايت انا عاوز اديك ماتات 26 هات لو سمحت الانجين مش مديماتات اكباري هذا لانك تستطيع ان تغطي بالزيزو من خلال الجي 3 ولكن this is what we call severe material loss حاجة كده زي severe blood loss اللي بتحصل للعينين عافانا الله و اياكم لذلك خلاص هو الرجل انسحب في هذا الشكل حلقة لذيذة وجميلة من اهلا بالسريع اتمنى تكون حازت على اعجابكم اينا والله انت حلقة حلقة سيارة برضو فاهم اللي هي ما تملاش عين العشاء اهلا بالسريع يلا ماتش كمان ماتش كمان يلا يا عم يلا يا سيدي مش مشكلة نكسب نخسر بس يعني ماتش كمان يلا هيا هيا عشرة زائد صف يا حش كامل يا حش كامل في عم في عم الموقع عليه خمسة واربعين الف لعيب فيش واحد منهم عايز يلعبني ده لما حد يقول لحد انا الدنيا كلها مخصماني ده كده حرفيا بقى ما تضيقناش ياضي هعمل ريفرش كده و احدف احدف هتلعيب ايوة كده في ايه طيب مالك اوكي سكور بيان كينج وان سكور بيانج سكور بص piston ايوة كده اديني واحدة لندن سي سیکس اوكي ووووو ادى فرنش دافنت دا الان seen ايى استا الي انت بتلعبوه دا استا نايت suppressed بيشيب دي ثري او نايت دي تو نايت دي تو is a good move هنا لازم اتش ثري بقى بيشيب دي ثري نايت بي دي تو ولا ولا اروح نايت اي فايف دلوقتي نايت اي فايف دلوقتي لاني لو بيت عنده دي اضطر اسحب نفسي نايت دي فايف الان 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 وليس غدد وكل بالبيد وحاسس ان هناك فرصة جيدة للانطلاق بالحاجات دي جدير بالذكر ان بيشيب تيكس عليها كوين هنا على طول اوكي 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 اف سيكس لعبت الان انا عندي شعور كبير ان كوينها هنا لو دفع البيدأ ثاني احاول الالعب جي فور ديني جي سيكس اروح هنا يلعب روك اف سفن عايز هنا في طول اخر مرة كمان مرة كمان اولا بيشيب على الهواء يأكل ادي له كيش يرجع مش شايف حاجة الفكرة الاخرة بتاعت بيدأ في بيدأ يرجع بالحصان وعنده النقلة دي جاء ويلعب الفيل وعنده النقلة دي مش حلوة ولا حلوة احذف نفسك سبها لله دفع البيدق منطقي جدا هدفع ده اتنين هيقول لي يمشي شكلي محبوس قوي والان هنزل هنا هيلعب روك اف سيفن عايز بيشب اف ايت بنسبة كبيرة هيحبس وزيري جي فور جي سيكس كوين روك اف سيفن بيدق في بيدق هيرجع مش لاقي حاجة تانية واو كوين موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دي جاية لازم يكسر تقريبا لو سمح بها هيزعل قوي مشكلة ان انا مش عايزه يكسر اصلا الفلفل حصان بصراحة يعني اصلا الفلفل حصان جمدة جدا مش عايزه يكسر الفلفل حصان اساسا بس يعني هنحاول ندور على على اجابة لهذا الشكل هياكل هياكل في الفحصان يا عم يا عم ما هياكل يا عم والان ما العمل ما العمل الان والله يخليني اكل هياكل بايه بالوزير ولا بالفيل هياكل على اي حال هياكل حاكل لازم افوت اعتقد ولو انت فويت هيسمح ببلاوي هيسمح بالدفعة دي عم خليني اكل البعد عن عن هذا الواتر سيجعل الامور غير لذيذة بالمرة بالفعل ترجمة نانسياتRI اشتركوا في القناة 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 واو. ده ممكن يبقى يا عم تعالى. عادي ندي له الكش. معا طبعا تايم ادفانتج ادي كده كيس تايم ادفانتج معا علبة تايم ادفانتج. ولا التص عليك. الكاش داي. هلو قال لي الكاش داي. الاني شكرا. اشتركوا في القناة. يشعر ببعض الامل ببصيص من الامل لو جي كده ربيلا ده بيسقط الوقاوي في كش وحاجات وحاجات قسما بالله بس هنا المعضلة معضلة وقت ماشي بشب قداني كش جميل انا هاجي هنا قداني كش مهمة اوي ان انا ارجع غطي لان هو هيروح اه لا عادي 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 اخلص 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 لا عادي اوكي لان البيدق اه الروح الروح حمياه كش مشيت كش تانية استخبيت في البيدق بتاعي المشكلة دلوقتي بقت معضلة وقت بحت او حتى استخبيت من هنا اوكي انسحب واو واو مباراة قوية مباراة قوية اوه اوه دعونا نحلل اوكي 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 ده الشباب بس بي بيروشوا في في التعليقات بتاع المباراة على اوكي بدأ وزير لندن انا اول مرة قابل هذا السيستم من اللندن وهو سيستم مش مشهور يعني عموما وانا لعبت النقل العادي يعني اقصد اقول مش مش مشهور سيستم غير طموح وانا غرطيت على فكرة سيستم اكثر طموحا منه في الكورس بتاعنا اللي كان زي ده فعلا مقفول عليه بس لعب سي فايف يعني ضرب الوسط سي سيكس اي سيكس سيستم غير طموح بالمرة نايت اف ثري نايت نايت بي دي تو افتح كده البيض بيعمل نتايج جيدة في هذا الشكل ايتش ثري تلعبت قبل كده سي ثري تلعبت بس سي ثري عليها نايت هنا بيش ب اي فايف ماشي اللي عرفوا هي تركها في الاشكال دي للأسف ان انت بعد ما بتلعب ايتش ثري ممكن يرجع يقولك ثبتهات الفيل يعني دي دي التركة اللذيذة خبالك ما عادش عندك بيش ب جي ثري عشان هيعوجلك المسائل فهي دي التركة الانجين مش جايبها تركها تحسين احد من الاختراكات المواحدة واحدة من اهم النقلات في هذا الشكل بيش ب دي ثري نايت بي دي سيفن اه تركه يجرد لايك في الانجين المهم بنايت اي فايف جايدا اكل اكلت بالبيدة سحب نفسه الان الانجين يعطي برضو سي فور او سي تري مش مدي اتشي فور خالص اف سيكس كوين ايج فايف والان بفل السكة وانا اديت واحدة دي فاشلة دي فاشلة علشان ولا يبقى احسن نقلة على نايت سي فايف لكن هنا عدت احسب جي سيكس كوين ايج سيكس روك اف سيفن مثلا هنا عندي بيدق في بيدق دي حاجة غريبة لاننا هنعمل ايه في الوزير يا بش اه الوزير بيرجع من هنا الوزير اصلا بتحبسش ده خطأ حسابي خيبان جدا روك اي ايت كانت احد الافكار للانجين مرشحها ولكن هنا الانجين مدي بيشب جي ثري كواحدة من اهم النقلات يعني مش بيدق في بيدق؟ لا مش بيدق في بيدق عشان بيشب اف ايت وبعد جي فايف يكسر تضطر التاكل ويرجع بيدق ومعندوش مشاكل بل بالعكس عنده ضغط على هذا البيدق بهذا الشكل نتش بيدق اوكي نايسي فايف لعبت وانا اكلت بيدق في بيدق مش احسن حاجة لانجين بيقول لعب روك جي وان او بيشب ايتو حافظ على فيلك المهم اكلت اكل 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 تاني سحبت الفيل الشكل بقى احسن للاسويت سيكا سغننة جواست الارخاخ دفعت البيدق نايت اف ستري دفع البيدق هو الاخر دي بقى خلت بعد بيشب تيكس حياته فوق الحلوة بشوية مع تفوق واحد ونص في هذا الشكل بعد ايتشي سيكس لو لعب ايتشي سيكس معتش يبع عندي حاجة يعني الافكار بتاعت ان الفيل يجي من هنا فينة والكهان ده انسى لكن لانه سامح لي ان انا ادفع هذه النقلة هنا هو اكل وغطيت مع تفوق كبير لاتشي سيكس برضو يعني هو بس مجرد ان هو يمنع فكرة الاتشي سيكس بتاعتي هو مع تفوق اي حاجة تانية الدنيا ماشي عادي بعد ايتشي سيكس اوكي زحلقت الوزير هات لو سمحت رجع مشيت رجع ودخلنا في شكل على فكرة هنا انا قاعدت افكر في حاجات كتير بس كوين دي سيكس الانجين مدي انا كسرت عادي وبعد نديته كيش وسحبت البتاع امشي مشي طورت الملك رجعت عشان اقفل دي فكرة مهمة جدا انا لو لعبت اي حاجة تانية وسمحت له بدفع البيداء هيتعبني خصوصا ان في البصص على احد المربعات المتقدمة في طريق البيداء هنا روك دي سيفن وخدت لعب جامد لا هنا خدت لعب جامد حتى قبل دفعة البيداء الخيبانة دي روك جي سيفن فكرة ان هو لو جاه كده بيخسر جامد جامد يعني بخانت اليك وبكشف عليه في اي حتة بباوزده الدنيا ولو مش الجامب التاني باخد بيداء وهنا الانجين مدي كمان نقلة جامده اوي مدي روك اتش ايت اصلا يمشي وادفع البيداء لو دخل علي يمشي روك اف ايت ولو اكل ياخد مدف واحد واو نتيجة ضغط الوقت الشديد انا كان عندي تقريبا اقل من دقيقة في هذا الموقف تسعة وخمسين ثانية هو في الموقف ده بس عادي يعني هنا خلاص انا عارف ان انا بجيب وزير وهنا انسحب اتمنى تكونوا البسطة واستمتعتوا بهذه الحلقة واراكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة